بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبل قاسم محمد الله مصلي على محمد وآل محمد وعلى الهدات المامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الارضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعهم تقدم الإشارة في أكثر من مرة إلى أن علامات الظهور تمثل جهاز إمذار أداة للتحفيز للتحريض للتنبيه وما إلى ذلك من العوالم التي تتعلق بحراك الإنسان في زمن الغيبة باتجاه الوصول إلى هدفه في ملاقات الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدا وقد وضعت هذه العلامات لكي تبقي أهل الغيبة أمام بوصلة الطريق الواضحة الصريحة المتقنة في أن لا يزل ولا يضل ولا يبتعد عن طبيعة مسار في أغلب الأحاديث أشير إلى أنه سيكون مسارا صعبا سيكون مسارا فيه الكثير من الفتن والمحن والزلزلة والغربلة وما إلى ذلك لكن من الواضح جدا أن هذا المسار الذي أشير إليه بهذه المخوفات أو هذه المطبات التي ستوضع على الطريق سيكون معها تربية للمؤمنين لمؤمني الغيبة تتراكم مع الأيام بحيث تعدهم إلى أهداف الغيبة ومتطلبات هذه الغيبة مع أن هذا الكلام يرد في روايات متعددة غير أننا لا نلمس أن الناس لوحدهم أو المؤمنين لوحدهم يتم إعدادهم وأن ما ثمت إعداد عالمي يجري بطرق متعددة لكي يصل العالم إلى قناعة بأنه لا طريقة له مع الظلم والجور إلا بزوال الظلم والجور وعندئذ يطلبون الحاق ينشدون المنقذ كل بحسبه اليهود سيطلبون المسيح المخلص المسيحيون سيطلبون عودة السيد المسيح المسلمون أيضا ما بين من يطلب عودة السيد المسيح ومن يترقب ظهور الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدة لكن المعطى العام أن العالم سيصل إلى قناعات هذه القناعات ليست نتيجة لأعمال مسرة بالضرورة وإنما نتيجة لمحن نتيجة لآهات نتيجة لمظالم كبيرة تحصل تؤدي بالناس إلى أن يصلوا إلى طلب المنقذ وطلب المنجي لهم من قوى الظلم والجور إذا ما وضعنا هاتين المقدمتين أمام أعيننا سنلاحظ أن في بعض من هذه العلامات إشارة إلى أن عملية الإعداد يجب أن تتزامن مع عملية بناء القدرة التي يكون فيها المنتظر عزيزا أو ينمي عزته ومنعته ومكنته بالشكل الذي ينأى بظلم الظالمين عنه ويستطيع أن يمثل دور الند إلى قوى الظلم والجور لو رجعنا إلى رواية أهل المشرق الذين يطلبون الحق فلا يعطونه لوجدنا أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية يشير إلى تنامي متعدد الاتجاهات تارة في القدرة وأخرى في الاستعداد وثالثة في عملية الندية أمام الآخرين ثم وصولا إلى عملية أخذ الأسلحة ووضعها على حالة الاستعداد ثم النزوع إلى القتال ثم الانتصار وما إلى ذلك مما يشير إلى أن الإنسان في حال الغيبة وإن سيمرر بدوائر الفطن وبدوائر الغربلة وما إلى ذلك إلا أنه ليس متروكا من الناحية الوظيفية كإنسان يؤمن بالإمام المنتظر الروحي وأرواح العالمين له الفدا ويسعى لإنهاء عملية الغيبة بانتظار إيجابي وبانتظار فيه همة وعمل من أجل أن يقرعين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإنما عليه بالتزامن مع ذلك أن يوجد من وسائل القدرة ووسائل المكنة ما من شأنه أن يصل إلى دوائر يمكن أن نقول بأنها أراضي محررة سلفا لأي مشروع قادم ضد الظلم والجور أو قواعد ناهضة ضد قوة الظلم والجور لأن المحور الرئيسي في الغيبة سبق أن أشرنا بأن الغيبة إنما كانت فلسببين السبب الأول يعود إلى أن الأمة غير جاهزة وبالنتيجة على زمان الغيبة أن يهيئ الفرص يهيئ الزمن وعلى أمة ذلك الزمن أن تهيئ ما من شأنه أن يعزز وجود الناصر والموضع لكن عن أي ناصر نحن نتحدث عن ناصر يريد أن ينهض ضد كل قوى الظلم والجور لا تتحدث هذه الروايات عن تراكم عددي لمحض أن يتكاثر المؤمنين بهذه القضية محض الإيمان لن يعالج المشكلة إن لم يكن هذا الإيمان مسلحاً بقدرات مسلحاً بخبرات مسلحاً بكل الأدوات التي تجعله إيماناً مناهضاً إلى عقيدة الظلم والجور أو إلى حضارة الظلم والجور وإلا الأرقام العددية نحن اكتشفنا عبر مسار التاريخ أن الأرقام العددية لم تشفع لنا في أن نرى أئمتنا يذبحون بأبي وأمي يقتلون معاركنا تدخل في مطبات كبيرة ولك في صفين مثال واضح لك في الاستعدادات لما قبل كربلاء مثال واضح كيف أن كربلاء فارقت من حيث النتيجة والمضمون عما بدأت به الناس استعداداً لكربلاء قبل ذلك أقبل يا ابن رسول الله إنما تقبل على جند لك مجندة وإذا به بأبي وأمي غريب سليب طريد شريد إلى أقريب ما رأينا في واقعات كبيرة لذلك محظل تكثير الأعداد يمكن أن يصاب إصابة قاتلة إنما قيض والعياذ بالله لمنظومة الظلم والجور أن تباشر بقمع شديد وبخداع أشد وبعملية تضليل كبرى يمكن لهذا التراكم العددي أن يهبط شيئاً فشيئاً وقد يتحول إلى تراكم مضر بسبب أن الإنسان حينما لا يعمل يبتدأ بالمشاغبة مع هذا مع ذاك وبالنتيجة يتحول إلى عصي في داخل حركة وعجلة التأريق لكن هذا التراكم الذي نراه في رواية المشرقيين يتحدث عن منظومة تريد الحق تطلب الحق فلا تعطى لا تعطى من هو الظالم والجائر الذي لا يعطيه لكن هذا الطالب للحق هل يتوقف أم أنه سوف يعضد قوته ومنعته بالشكل الذي يجرئه في أن يعاود مرة أخرى للمطالبة بالحق ولكنه في المرة الثانية حينما يعاود الطلب أيضاً يصل إلى نفس المستوى الأول في أن الظالم لا يعطيه مجالاً للوصول إلى الحق فما عليه حينما تتبدل أمور بهذه الصورة أن يضع السلاح على عاتقه يعمل على تسليح نفسه على تراكم القدرات المسلحة عنده بحيث حينما يطلب الحق في المرة الثالثة يعطى ولكنه لا يقبل هذه المرة من الذي لا يقبل نفس الذي طلب الحق لأنه يريد ما هو أكثر من ذلك يريد استحقاق هذه السيوف التي وضعت على العواتق وهي بعده لم تقاتل هي مجرد عملية بناء ركام أو تراكم أسلحة وقدرات عسكرية بحيث ترهب الطرف الآخر لكنهم حينما يعطون ما كانوا يطلبونه يجدون أن استحقاقات ما يجب أن يعطى لهم أكبر بكثير من هذا الواقع وخليني أضرب مثال الآن اليوم أنت من تجي تشوف الوضع الذي موجود في فلسطين واليوم وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في هذه القضية قضية التمهيد إلى الإمام والإعداد لمجتمع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قبال قواء الظلم والجول قبل العقيدة الموجودة التي قنعنا بها وعملت أطراف كثيرة جدا في نشر هذه العقيدة أن الصهاينة هم من يديرون كل العالم وهم من يتحكمون بكل دول العالم لكن بعد الذي جرى في غزة تبدت الصورة بشكل معاكس تماما تبدت أمام الجميع أن الصهاينة يدارون من قبل قوى الاستكبار الكبرى وهؤلاء ينفذون أجندة هؤلاء وهذه قضية مهمة جدا لأننا كل هذه الفترة نصور أن هؤلاء هم من يغير المعادلات العالمية ولذلك تعالوا الصالحوا إياهم تعالوا رتبوا أموركم إياهم لتتحارشون بهم حتى تصلون إلى تغيير المعادلات لكن الآن من الواضح جدا أن الأمور تردت إلى هذه الدرجة وهنا أضرب مثالا واضحا حينما جاءت حاملات الطائرات الأمريكية الأثنين مع ما يقرب من 58 سفينة من أستراليا من كندا من إسبانيا من إيطاليا من ألمانيا من بريطانيا بالإضافة إلى السخن الأمريكية كانت تساؤل لماذا يأتي هؤلاء ليش يجون وليش بهذا الحجم والتساؤل الميداني كان إذا هم معدهم حامل الطائرات برية موجودة إسرائيل كانت هي عبارة عن حامل الطائرات ساكنة ممتحركة بحريات أما هذه ساكنة على الأرض شكوا مصيبة إلى يريدون يرتبوها الأمريكيين يمكن أن يعتمدون على هذه القاعدة الكبيرة لكن لماذا لم يفكروا بهذه القاعدة وجاءوا بقاعدتين إضافيتين السبب يعود بشكل واضح جدا إلى أن القاعدة الأولى فشلت انهارت ولذلك حاولوا أن يعوضوا هذا الأمر بقواعد متنقلة بعد أن فشلت القاعدة الثابتة بهذا التصوير العسكري من تريد تفكر بالأمور إذن قصة إسرائيل لمحظها مقدور عليها قصة تحرير فلسطين مقدور عليها هذه الخدعة التي مررت كل هذه السنين من جيش لا يقهر من استخبارات لا تقهر من من كل هذه الأمور وإذا بهؤلاء مجموعة من الفئران مجموعة من المتخاذلين مجموعة من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم ويعينون المؤمنين على تخريب هذه البيوت نتيجة الأخطاء نتيجة الكثير مما وقعوا فيه وتبين أن العدو الرئيسي هو أمريكا وأنت إذا ما تشوف أن عدوك من الحقيقي في ذلك الوقت راح تخوض في معارك لكن أنت مقري بالهدف أنت تخوض مع أهداف وهمية أو أهداف مستعارة لإبعادك عن الهدف الرئيسي واتوا شايفين الآن في مقابل هذا الأمر أمريكا فضحت نفسها نزلوا إلى الميدان بشكل مباشر راح الوقار السياسي راح الاتزان الدبلوماسي وتحولوا إلى يجي بايدن بشكل مباشر يقول أنا مو يهودي ولكني صهيوني ويجب لنكون يتحدث أنا جاي بعنواني يهودي هذه الحرب حرب دينية وما إلى ذلك هذا معناها لغة القناع اللي كان موجود بعد ما تمكنوا أن يحافظون عليه وبالنتيجة الشعوب لما تبدأ شوف من هو عدوها الحقيقي البوصلة تكون يعني مراقبتها راح تكون في غاية الأهمية لأنها ستكون أقرب من أي عصر مضى باتجاه التوحد ضد قواء الظلم والجور وباتجاه طلب المنقذ وطلب المنجي لهؤلاء والصورة الآن اللي موجودة أصبحت من الوضوح بمكان بحيث أن حتى الإعلام لهؤلاء يتحدث بأن الأمور ليست سعيدة بالنسبة إلى الرأي العام تجاه أمريكيا تجاه بريطانيا فضلا عن تجاه الصهائم لكن أهنانا في الرواية الرواية المشرقيين يشار بعد تراكم القدرة العسكرية اللي هي يعبر عنها بوضعوا سيوفهم على عواتقهم يشار إلى أنهم سيقومون أي أنهم سيقاتلون بالبداية راية تخرج لكن هذه الراية تبدأ تعد تستعد وما إلى ذلك ثم تقوم قتلاهم شهداء من يقول قتلاهم شهداء يشير إلى هوية المعركة الحقيقية يعني مرة واحد يجي يقاتل من أجل بيته يقاتل من أجل رزقه يقاتل من أجل أي سبب من هذه الأسباب ما يقال أنه قتلاهم مظلومين مثلاً أما قتلاهم شهداء يشير إلى الامتياز العقائدي في هذه القضية بحيث أن قتالهم له سمع قائدية يحسب من قبل الإمام الباقر أن من يقاتل من يقاتل في هذه المعركة ويقتل سيكون شهيداً هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنهم ينتصرون بدليل أنهم لا يضعون سلاحهم حتى يسلمه لمن يسلمه إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عنه وبالنتيجة مع أن هذه الرواة تشير إلى القرب كما سيؤكد الإمام أما والله لو أني كنت في ذلك الزمن لا استبقيت نفسي للإمام مع أنه يشير إلى هذا القرب لكن الحديث عن انتصار هؤلاء وأنهم لا يتنازلون عن مكاسب هذا الانتصار ومسببات هذا الانتصار حتى يسلمون الراية إلى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه نحن بالنسبة أن قطعاً مسألة تسليم الراية إلى الإمام بأبي وأمي بالنسبة أنها هي غاية المنا أن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا حسن العاقبة فنصل إلى أن نسلم أمورنا وبيعتنا إلى الإمام من دون انحراف من دون زلل خاصة وأن الرواية تحدثت عن رايات مضلة رايات مشبهة مشتبهة ما إلى ذلك أشار إلى دجالين إلى مضلين إلى فتانين إلى أناس أدعية وإشارات كثيرة في هذا المجال لكن أن تصل بحسن عاقبة هذا أشار إلى وجود منهج يمكن إذا ما سرت عليه تصل إلى هذه القضية الأمر الآخر الذي هو أنه هذه الأمور لو قد حصلت فاعلم أن إمامك قريب جداً ونحن هنا لست في صدد تحليل الرواية على مستوى أين كيف متى ما إلى ذلك لست في هذا المجال لكن أنا كوننا اليوم نعيش أحد الأيام المهمة جداً في عالم انتصار المستضعفين اليوم إسرائيل استسلمت اليوم سواء قالت إحنا راح نقاتل بعد ذلك أو لم تقل هي رفعت راية الاستسلام والمقاومة الإسلامية الفلسطينية انتصرت بشكل واضح وصريح وتمزقت الكثير من الدماء اللي كانت موجودة واللي قنعون بها أنه هم هؤلاء يعني يمثلون واجهة من واجهات مثل هذه المعارك لكن الشيء اللي إحنا جايشوفه ويهذا الأمر هل يا ترى أن قوى الظلم والجور في يومنا هذا اللي مضى قرابة الشهر ونصف على 7 أكتوبر أول ما بدوا وبعد ما كان عنفوان هذه القوى أنهم سيفعلون وما إلى ذلك وإذا تبين أن هؤلاء يمكن تمزيق أوضاعهم بطرق لا تكلف الأمم كثيرا طبعا أكو شهداء لا شك ولا ريب أكو ضحايا لا شك ولا ريب وهذه أثمان طبيعية جدا في أي عملية تغيير تريد تغير خصوصا التغيير الحاد من ظلم وجور إلى قصة وعد ما يجيك بالهيين ولا يجي بالسهل إن إزالة جبل أو لا إزالة جبل أهوى من إزالة ملك لم يحنأوانا بعد ما أجي وقته لكن هؤلاء أبدوا لنا بأن أوقاتهم قد حلت قد أزفت والدليل أن الخسارات اللي حصلت حالة الفضائح اللي حصلت خلال هذه الفترة يا أخوان قبل كان يقال عن الموسى عن الشباك عن أمان اللي هي أجهزتهم السرية والتجسسية في مختلف أنواعها يقال عنهم بأنهم أعظم المنظمات وإذا هذه أعظم المنظمات الآن تعالبا وعنا اليوم كان أو البارحة كان وزير الثقافة الإيراني اللي هو عنده خبرة خاصة بالصواريخ الرجل اعترف قال أنا عشت عدة أشهر في داخل أنفاق غزة اشتركت في كل عملية التجهيز هذا شلون طب بيات طريقة طب هذا السؤال وروح منذني الأسئلة تركهم لكن حفر الأنفاق اشتركت في تراب أخذ المسألة ببساطة أي نفاق تريد تحفره اشتركت في تراب هذا وين يروح التراب إذا أجهزة هي شي قوية وهي شي مسيطرة على كل شي بتعبيرهم نقدر الإنسان اللي قاعد بلقه ونقرأ جريدة مالته اللي هو لازم جريدة يقراها إحنا من طالع الجريدة وياه إشارة إلى أن أقمالهم الصناعية جاي تغير جاي تراقب كل شي هذا التراب وين صار العمال اللي بنا وين كل هذه بس هالمقادير اللي هي بسيطة جدا ناهيك عن هاي الأسلحة المعامل اللي صارت للصواريخ في داخل الأنفاق وشلون صارت من ياما كاين من وين دخلت كل هاي أسئلة ما يقدرون يجاوبون عنها وهي بمحظها فضيحة كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية العالمية أجوا قالوا هاي المستشفيات احنا عندنا معلومات أكيدة بأن الأنفاق جواهم يذكرني بمجيء الأمريكان إلى مسجد براثة سنة 2006 وستة يدورون عن السرادي مسجد براثة بسرادي أنا قلت لأحد المسؤولين قلت لأساكتين هو يحسن لكم يعني هذه فضيحة كبرى مسجد براثة ما بأي سرد وانت صحون الـ CIA والـ CIA والبنتاجون وجايبين استخبارات الدنيا كلها ومسجد كل واحد يقدر يطب له من الصبح لليلهم مفتوه جاينا الدورون على سرادي كل عقولكم انتم هذا فضيحة استخباراتية من الدرجة ذولها من نفس الشيء جوي طلبون الأنفاق اللي موجودة في داخل من المستشفى مستشفى الشفاء مع إدراكهم أنه هم سبق لهم في أحداث عام 83 سبق تفتق هنا وراح حول هذه الغرفة وقال لقين لقين وانفضحة الخضية بعنوان فضيحة أنا أقول هاي الفضايع لها ما بعد ويجب أن نفكر بما يعني ذلك من نقول لها ما بعد فشل هائل جدا ويؤسس لفشل أكبر يعني اللي الآن قد يكون يكابر نتنياهو من أجل أن يخلص نفسه من السجن ويخلص نفسه من الاعتراب بالهديمة قد يكابر يقاتل كم يوم بعد الهدنة بس أنا قناعتي يعني منذ البداية قلت بأنهم لن يعترفوا بالمفاوضات ولكن سيتجهون إليها على طريقة على طريقة ناعمة ماكو إعلام بس عمليا راح يروحون بهذا الاتجاه اليوم هدنهم أربع تيام مباشر هدنهم خمس تيام وشوي شوي جرجرون بالموضوع إلى أن ينتهي الملف وتخلق لكن أنا أعتقد أنه اليوم سجل الانتصار الكبير سواء للمقاومة الإسلامية في لبنان مقاومة الإسلامية في فلسطين مقاومة الإسلامية في العراق مقاومة الإسلامية في اليمن في سوريا هؤلاء حقيقة انتصر من الواضح جدا ما تم التحدث عنه عن وحدة الساحات وما إلى ذلك هناك بعض الحمقة ما دام أطلقت رصاصة على مكان معين إذن كنت الرصاصات راح تروح مفروض تكون على ذاك المكان ماكو هذا المنطق الآن المعركة معركة شاملة ومو الإعلام أقل شراسة من السلاح ولا أقل فتكا من السلاح اليوم الإعلام ممكن أن يظل الشعوب بأكمل ويمكن اللي يجاهد على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي مو أقل تأثيرا من اللي جاهد في العمل المسلح مننا أمريكا ذلت مننا لبنان اللي قدر يعني المقاومة الإسلامية في لبنان اللي قدرت تأمن عدد كبير جدا من الجيش المعطل توقف في مكان بحيث ما يكون إلى فاعلية في المعارك اللي جاية تجري في مكان آخر فضلا عن نفس حماس حماس أيضا أو الجهاد وسائر الحركات الأخرى أبرز الدرس المهم للغاية هذا الصبر المقاتل ناس تنظر ببيوتهم طائرات تستبيحهم يوميا مئات المرات اتحدثوا عن ثلاثين ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة من يطلع من خلالها شباب وشيبة ويقولون لم نغادر هذه قيمة عظمة في حركة الشعوب وفي حركة التغييرات الكبرى هذه قصة كبيرة جدا لأن أنت عدوك بيش يخوفك شلون يذلك شلون يهزمك إذا أنت استهزئت بقوتة وتحدثت بمنطق إنا لله وإنا إليه راجعون من أعطى أخذ الحمد لله رزقنا شهادة أو ما إلى ذلك من هذه التعابير التي أطلقت خلال هذه الفترة وين شفناها شفناها على ركام الأبنية شفناها على جراحات القصف الشرس جدا ما قيلت في كلمة في محاضرة أو في زاوية من الزوايا لإنسان مرتاح لا إنسان يقول أنا قتل عندي عشرين فرد من عائلتي وسأبقى لن أنسحب لن أغادر لن أهاجر هذا المنطق قبل في فلسطين ما كان إلا وجود كانت تصير أي عملية قد تأدي إلى قتل عشرات لكن تؤدي إلى نزوح مئات الآلاف شردون أما اليوم نشوء هذا الجو المقاوم وخليني أقول الصبر المقاتل هذا الصبر الذي يريد يقاتل ويستمر في عملية القتال هذه قيمة كبرى في عملية الإنجازات الغيبة وما يترتب على أو ما يفترض أن يترتب على هذه الغيبة من إنجازات في الواقع الاجتماعي ابنك جاي يشوفها ويتأثر وابني جاي يشوفها ويتأثر وأبناء الآخرين جاي يشوفون ويتأثرون وبالنتيجة يمكن أن أن نقول الشعوب الإسلامية أو القواعد التي ستكون إما حاضنة إلى مشروع الإمام أو القواعد القريبة من القواعد الحاضنة البيئة القريبة ستكون أكثر طواعية لأي حالة إن قاد تأتي أي حالة من حالة اليوم في الأردن يهدفون إلى اليمنيين وإلى صواريخ اليمن وإلى صواريخ العراق وما إلى ذلك هذه قبل كانت الأردن تهتف لصدام كانت تهتف إلى داعش أما اليوم بدت المعادلة بدت تسمعنا أصوات جديدة وقضايا جديدة لذلك حينما نريد أن نراقب طبيعة الحراك اللي جاي يصير حقيقة قولي لإمام الباقر عليه السلام اللي هو كمحصلة من يقول لو كنت في ذلك الزمن لستبقيت نفسي للإمام خلو هذا محصلة هذا الإشارة إلى نتيجة رح تحصل نتيجة شنو اللي رح تحصل هي أنه ثمت قيام ثمت سلاح وجد ثمت قدرات نمت وبالنتجة وصلنا إلى الحال الذي تكون لدينا راية تستمر من أيام معينة في الغيبة وتصل هذه الأيام إلى يوم ظهور الإمام بأبي وأمه وإلا كلمة تؤدي إليه البيعة ما لها معنى إلا هذا المعنى أنها تصل أيام مقاومتها وجهادها تصلها إلى أيام الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدو أيضاً في هذا المجال نحن خلال هذه الفترة وتعرضنا إلى فتن كثيرة لكن في هذه الفتن شون اللي صار المنافق افتضح أجندات العدو اللي كان يهددن بها افتضحت أصبحنا أكثر معرفة بأساليب العدو أكثر انتباها لأساليب العدو أنا خلالي نتحدث عن الساحة العراقية الساحة الفلسطينية بدت دروسها بدت تتضح شيئاً فشيئاً وهنا أنا أنبه لا تزغوا إلى أولئكم الذين يريدون أن يثيروا الفارق المذهبي ليجعلوه حجاباً عن رؤية المشهد الحقيقي للقضايا الفارق المذهبي سيتغير مع الأيام بالنتيجة هؤلاء حتى لو لم يتغيروا عقائدياً لكنهم سيكونون أكثر طواعية لإمام الزمان لو قد ظهر باتش الراية الحق من تنطلق ما يكون هؤلاء هذه البيئة اللي اليوم جايت ناصر فلسطين ما رح يكونون من البيئات التي تلعن الإمام من جملة أهل الشرق والغرب الذين يلعنوا راية الحق هؤلاء لن يكون وهذا معطى مهم جداً لأنه سيجعلهم أكثر قبولاً أكثر طواعية للالتزام بما يخطط له الإمام روحي وارواح العالمين له الفداء أو بما ينفذ على صعيد مدرسة الإمامة لكن الشيء اللي يعني لو أعود إلى العراق شوفوا خلال هال عشرين سنة اللي مرت اجقد عوالم كنا مخدوعين بها بطريقة أو بأخرى اتضحت اجقد أفكار مررت علينا اليوم أصبحنا أكثر حساسية لهذه الأكا اجقد برامج لا يخدع فيه وصولاً ستعرف ستعرف النفاق المنافق ما يكشف نفسه لا يكشف نفسه بالأيام العادية سيبقى الإنسان المبجل المعظم الوطني المخلص إلى آخر لكن خلي تجي الفتن وتشوف البراقع تنزل الوجوه الحقيقية اللي اختفت رح تطلع قلوبها رح تبين مآربها وشيئاً فشيئاً الناس تبدي تعرف أنه أكو شيء اسمه حرب شعواء اليوم واحدة من صفات الشيطان عليه لعنة الله أنه مظل ما تعرفه هو يجيك بأسلوب طي بشعارات طيبة لكن هو الشيطان عدو مظل مبين يعبر على الناس لو ما يعبر على الناس فيعبر على الناس إيج قد عبر وإيج قد رح يعبر لكن القدر المتيقن أن الناس أصبحت أكثر واعياً أو خليني أقول أعداد الواعين ازدادت قياساً إلى أعداد بين بين الأغبياء إلى الغافلين فضلاً عن المغفلين هذه المساحة اللي أكو بيهم جهلة أكو بيهم بعنوان منافقي جاهل جاهل مغرور مغفل غافل ما إلى ذلك ما يدري لكن ما على أيام ذولة جاي تتفتح عيوني جاي تشوفون الأمور جاء تمشي بطريقة مختلفة تماماً هنا أريد أن أشير إلى قضية مهمة للغاية وهذه القضية تتعلق بطبيعة الأدوار مو بالضرورة أحنا دورنا يجب أن يشابه إلى الدور اللبناني أو الدور الإيراني أو الدور الفلسطيني أو الدور الأردني كل منطقة إلها ظروفها الخاصة إلها حيثياتها الخاصة إلها استعداداتها الخاصة بالنتيجة من نريد أن نفكر بعملية التمهيد يجب أن الراعي هذا الظرف يعني الآن أنا قاعد بالعراق يجي واحد يقول لي قد تتحجي عن فلسطين ليش ما تروح تقاتل في فلسطين كأنه باب فلسطين مفتوح وأنا شوكد ما أريد كن يعني أنتقل إلى هذا الباب بينما أنا عندي هنا أنا وظيفة لا تقل أهمية في عملية الجهاد من أجل هذه القضية أو تلك القضية وهي فضح العدو وهي إشاعة الوعي زيادة البصيرة تنمية معرفة الناس بالعدو هذه أمور هي واجبنا ولن نعتبر أنه ذاك لأنه لازم إسلاح هو القيمة العليا إلى وبس إلى قيمة لا شك ولا ريب ولكن للأمور الأخرى أم إلها قيمتها وإلا ما قيل مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء دماء الشهداء وهذا نازل إلى المعركة وشاهل إسلاحة وما إلى ذلك والعالم قاعد بيت بس عنده قلم يكتب يوضح الحقائق ويحافظ على دين الناس هنا يجي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى المعادلة ذاك يقاتل بعنوان تكليفه وهو ينجز التكليف هذا أيضا يعلم بعنوان تكليفه لكن هذا من يعلم يعلم أمة ذاك من يعلم يعلم من يتأثر به وليس بالضرورة وهي أن العدو الآن إذا اليوم وصل إلى الإعلان غير الرسمي عن هزيمته تفتكر ما رح يفكر منه اللي تسبب بهذه الهزيمة أو لا حماس ما كانت غزة ما كانت بها أنفاق لو بها أنفاق ما كانت مسلحة بهذه الطريقة إلى حد اليوم الصبح الصواريخ بعدها تنطلق وين هذا الجيش اللي نزل بقضه وقضيضه بدباباته ومدرعاته ما يدور حتى يمنع رشقة صواريخ أو رشقة قذائف أو ما إلى ذلك ما قدر إلى اليوم الأخير إلى اللحظة الأخيرة نحن نشوف الاستعدادات لا زالت شنو عدكم مخازن لا تنضب عدكم أعداد من المجاهدين لا ينضبون لكن مهما يكون رح يكون يتساءلون من السبب اللي أدى إلى هذا الأمر شو رح يلقون تفتكر أمريكا لما تباوع وتشوف أنها مأسورة بيد المقاومة الإسلامية في لبنان بالتحليلات شهداء قثر في هذا المجال لكن لحد الآن القتال الحقيقي لأسلح الحقيقية هم يقولون دير بالكم لا تتحرشون بهم لأنه ذول استعداداتهم وقابلياتهم ومناوراتهم وكفاءتهم أعلى بكثير من اللي موجودين في فلسطين أنا أنا أعتقد وهذه يجب أن نتحملها سوف يهاجم التشيع من أوله إلى آخره مهاجمة الصلاح وأنما مهاجمة الأفكار مهاجمة العقيدة التي تبني مثل هذه القلوب التي تقاتل التي تبني القدرة العسكرية بالطريقة التي بناها الإيراني وبناها اللبناني وبناها العراقي وما إلى ذلك هذه الآن هي مصدر رعب تكشفت الأمور على حقائقها نعمهم قدراتهم أقل بكثير وعينا أكثر بكثير ولكن يجب عدم التساهل أو الاستسلام لمثل هذه المقولات لمجرد أنه قلنا عدونا ضعيف إذا نخلنا تركها لا يجب ممارسة كل أنواع الضغط باتجاه حالة الاستمرار في إضعافه وفي تركعه ناهيك عن يجب الاستمرار في عملية الفضح التي سبق أن أشرنا إليها يبقى لدي كلام مع أخواننا في حماس في الجهاد في حزب الله اللي تعرضوا خلال هذه الفترة بيئتهم وقواعدهم تعرضوا إلى مظالم كبيرة جدا اليوم لديكم فرصة كبيرة قنوات العالم كلها ستجي أنا أرجوكم أظهروا مظلوميتكم بأبشع ما يمكن أن تكون الطائرات الإسرائيلية قد صنعت لا تتوانون من أبراز الصور البشعة للجرائم التي ارتكبت إلى العالم العالم اللي كان عنده غشاوة الآن بدأت تزول هذه الغشاوة حاربوا هذا الظلم بإظهار الفجيعة بإظهار المظلومية طفل يتقطع صور مدرسة تنهار على الأطفال أم تحمل طفلها في بطنها وهي تستشهد والطفل أيضا يستشهد وما إلى ذلك هذه الصور التي لا يرتاح الضمير العالمي في أن تمر عليه أو ستزعج العالم بشكل كبير جدا إن لم تشكلوا مشكلة إلى الضمير العالمي لن يشعر بكم أحدا ويبقى الظالم يمارس ظلمه ولا يستحي من أي شيء على المستوى السياسي برهن الظالم صهيوني كان أو أمريكي أنهم لا يعيرون بالا لا إلى شعوب ولا هم يحلنون مارسوا كل الجرائم بطريقة فجة حتى لو نقضت القوانين الدولية من أولها إلى آخرها هذا طبيعة الظالم لكن هناك مساحة رمادية كبيرة عليكم أن تبرزوا أفعال الظالم إلى هؤلاء هناك ناس ما يعرفون لا تصور أنت تعاملت ويا قنابل يعني كل العالم رح يعرف شنو معنى القنابل ما تعرفه لكن من تعيشها من تشوف المرارة مالتها لذلك أنا أتأمن من أهواننا قناة المنار قناة القدس بقية القنوات إيرانية عراقية واقعا أنتم مسؤولون عن هذه الدماء طلعوا الضحايا خلي الناس تنزعج خلي الناس تشوف طبيعة الجريمة التي ارتكبت بحدها فيها أما والله هذا يكون أعمار الثمانطعش بيشوفون تركوا هذه اللغة تركوا هذه اللغة جربناها بشكل واضح وصريح في قصة كربلا لولا أن يبرز عبد الله الرضيع المذبوح من الوريد إلى الوريد ما بقي ذكر لعبد الله الرضيع هذا الذكر اللي عادة يتزامن مع بكاء مع ألم مع حالة لوعة شنو الطفل يريد قطرة ما يعطاه إلا سهم يذبحه من الوريد إلى الوريد هذه السهام حرملة اتطوع في الجيش الصهيوني شمر أيضا جند نفسه ناك النماذج كلها موجودة والأطفال المظلومين النساء المظلومات هذه رسالة بروا بهؤلاء الشهداء واجعلوا لتضحياتهم معنى أفضل أنواع المعنى أن قدموا أجسادهم أشلاءهم قدموها إلى العالم وقولوا هذا الذي جرى علينا من دون ذلك القضايا السياسية تتحرك مع الأيام الإعلام الصهيوني الإعلام العالمي سيدخل الناس في قصة مفاوضات إحتمال فلان يقول إحتمال فلان يتجي ما يدخلوكم ينسوكم هذه الصفحة أما هذه الصفحة يجب أن تبقى حاضرة أمام العالم الرأي العام العالمي يجب أن يتحرر من آسره يجب أن ينقذ من طبيعة عملية التكميم والفلاتر التي وضعها محترفي الكذب ومحترفي التضليل على الرأي العام يجب أن ترفع وهذه مساهمات الإعلاميين مساهمات الرجال السياسة مساهمات الناس العاديين اليوم الحمد لله أصبحت وسائل التواصل عملية سهلة في أن تنقل أي معلومة تريد وحقيقة وسائل التواصل لعب الدور مع أنه الفيسبوك والإنستجرام والواتساب حاول أن يمنع الكثير من هذه المشاهد ربما اشتركت شركات أخرى في هذا الأمر لكن هناك أيضا وسائل التواصل فعلا لا تتقيد بهذه الأمور التي عليها على الإنسان أن يسعى بكل الاتجاهات من أجل أن يبرز نحن بالنسبة أن ساحتنا بعيدة لكن نحن لا نحن مبرئين الذن إذا سكتنا على هذه الآلام هذه الآلام كلها كانت تنادي للمسلمين ومن سمع ندائيا للمسلمين ولم يغث أمام حساب عسير عند الله سبحانه وتعالى هذه الآلام كلها كان قد طبع عليها من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم هؤلاء مظلوميتهم واضحة عدوهم عدوهم هو عدونا وقضيتهم قضية لا يمكن أن ننسى طبيعة مساسة بمقدساتنا ناهيكم عن أنه مثل هذه الأمور هي ممهدة إلى إمام الزمان صلى الله وسلم لذلك من يطلب الإسلام بصورته العامة ندائها للمسلمين ينادي به يهتف به من يطلب التمهيد إلى الإمام هذا التمهيد جاي يصير اللي يطلب المعنى الإنساني والمعنى العاطفي هذه الآلام وهذه الصرقات وهذه الدماء النازفة الطاهرة التي نزفت من الأطفال من النساء من الكبار من الصغار هذه كلها أمانة وعلينا أن نأدي هذه الأمانة أنا أعاود طلبي من الأخوان طلب اللي طلبت الأسبوع الماضي رغم أن الاستجابات بحمد الله استجابات واعدة من قبل الكثيرين من اللي استمعوا هذا الطلب أعاود إلى أنه لدينا مسؤولية باتجاه أن نجد حشدا مهدويا للإعلام الذي يفضح العدو والذي يشهر بالعدو ويسقط مقولاته وشبهاته أكتفي بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا وآخرا 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 وآخرا